ترجمة نانسي قنقر تنميتها في مختلف المجالات وبينت الوزيرة بأن مراكز تمكن الشباب وبإشراف منزارة شؤون الشباب ستقدم 53 برنامجا شبابيا متنوعا تزامنا مع موسم عياد البحرين وتم تنسيق بين جميع المراكز لتنظيم الفعاليات والبرامج طوال شهر ديسمبر وتم الاعلان عنها في رزنامة خاصة على حساب الوزارة في منصة الانستجرام وأشرت وزيرة شؤون الشباب إلى أن دور الشباب البحريني يظهر بوضوح من خلال مشاركتهم فعالة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام في المملكة وأوضحت بأن مشاركة الشباب البحريني في موسم عياد البحرين لا تقتصر على الحضور حيث يقدمون مساهمات فاعلة في إنجاح الفعاليات الوطنية كما أنها تتيح الفرصة لهم لعرض ابتكاراتهم وابداعاتهم التي تعكس ثقافة مملكة البحرين وهويتها وتعزز من انتمائهم الوطني ترجمة نانسي قنقر